أعلن وزير التنمية المحلية محمود شعروي بدأ تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة التاسعة عشر وتستمر من اليوم حتى السادس والعشرين من مارس الحالي لإزالة التعديات على الأراضي المملكة للدولة وذلك تنفيذا لتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة في اجتماعها شهر يناير الماضي ووجه وزير التنمية المحلية المحافظين باستمرار التركيز على حالة التعدي على نهر النيل بصورة رأسية بالتنسيق مع مدريات الري وكذا حالة التعدي بالبناء على الأراضي الزرعية مشددا على الأجهزة التنفيذية بعدم استماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة